أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تقديم أربع شركات جديدة للحصول على نخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار ترخيص المشروعات وتشغيلها وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أنشطة تلك الشركات تتركز في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأثاف والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات مشيرا إلى أنها تتوزع بين محافظات الجيزة وشمال سيناء وبنسويف وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجاتها بين 50 و 80% ومن المنتظر أن تقوم اللجنة العالية المختصة ببحث ودراسة موقف الشركات المالي ودراسات الجدوى الخاصة بها وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية التي تستهدف تسريع حرقة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين